يبدأ بالحدث والقضية الأبرز التي كانت يوم أمس وهي اعتقال يوسف عطال لعب دولية الجزائري في مدينة نيس الفرنسية من قبل الشرطة الفرنسية بعدما فتح المدعي العام تحقيقا أوليا اتهم فيه يوسف عطال بالتحريض على العنف وإثارة الكراهية والعنصرية عقب منشور سابق ومشهور تعرفونه جيدا تضمن من خلاله اللاعب مع الشعب الفلسطيني ونشر مقطع لدعية الفلسطيني محمود حسنات قال فيه اللهم أرنا يوما أسودا في اليهود ثم عاد بعد ذلك اللاعب واعتذر عن هذا المنشور وحذفه وقال بأنه لم يشاهد محتواه وإنما تقسمه مع محبيه فقط كنا نعتقد أن هذه القضية لن تأخذ هذه الأبعاد الخطيرة ولكن الفأس وقع في الرأس وتم اعتقال يوسف عطال أمس في مدينة نيس الفرنسية ودم الاعتقال 14 ساعة كاملة قبل أن تفرج عنه سلطات القضائية اليوم لكن تم وضعه أيضا تحت الرقابة القضائية وسيتابع محاكمته خارج السجون الفرنسية أمين يعني في سيناريو صهيوني عنصري بغير ومقيت وحقير يتم اعتقال لعب دول جزائري لمجرد أنه تضمن مع القضية الفلسطينية وتضمن مع إخوانه الفلسطينيين بحكم أنه مسلم وبحكم أنه جزائري وبحكم أنه من واجبه أن يتضمن مع إخوانه في حين يترك مصاصي الدماء ويترك القتل يصلون ويجولون في القنوات الفرنسية ويحرضون على قتل الأطفال والنساء في فلسطين ويتضمنون مع الصهاينة دون حسيب أو رقيب يعني تحس بأنه هناك كيل بميكيالين ولا توجد هناك حرية تعبير في فرنسا أكيد لا توجد حرية تعبير في العالم ككل خصوصا في الدول الغربية التي تدعي وتتغنى دائما بحرية التعبير والديمقراطية ليس من الغريب أن يحدث هذا الأمر من الجانب الفرنسي فالفرنسيون إن تركوا يوسف عطال وغيره من اللاعبين المسلمين ينشرون دعمهم للفلسطينيين ويحاولون أن يبرزوا الوحشية التي يمارسها الصهاينة على غزة وعلى فلسطين ككل فهم بذلك ربما يعترفون ضمنيا بوحشية استعمارهم أيضا للجزائر وللعديد من البلدان الأخرى حتى الفرنسيون ارتكبوا مجازر لا تقل وحشية عن المجازر التي يرتكبها الصهاينة يوميا في قطاع غزة لذلك ليس من مصلحتهم أن يندد اللاعبون وخصوصا المشهورون منهم الشخصية المشهورة سواء رياضية أو في أي مجال آخر ليس من مصلحتهم أن ينددوا بهذه المجازر هذا أولا ثانيا يوسف عطال رغم أنه اعتذر وحذف هذا المشهور إلا أنه تعرض لكل هذا الإذلال إن صح التعبير هذا إذلال أن تعتقل لاعبا في المنتخب الوطني الجزائري وتجبره على المبيت في مركز الشرطة ثم تدفعه مباشرة نحو وكيل الجمهورية هناك في فرنسا فهذا أمر مخزي وكان لابد للجالية الجزائرية المقيمة هناك في فرنسا أن تتخذ بعض الخطوات أن تدعم اللاعب ببعض التصرفات أنا لو كان الأمر بيدي لأمرتهم أن يخرجوا إلى الشوارع لينددوا بهذا التعسف في حق يوسف عطال يوسف عطال تتصد الجالية الجزائرية الجالية الجزائرية نعم يوسف عطال ليس مواطنا عاديا هذا ليس تقليلا من شأن المواطنين العاديين يوسف عطال يمثل الجزائر يمثل المنتخب الوطني يمثل الراية الوطنية لذلك ما قامت به سلطة فرنسية أعتبره مساسا بالدولة الجزائرية أعتبره مساسا بالسيادة الجزائرية لذلك كان لزاما على إخوتنا هناك من الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا أن يتخذوا موقفا إزاء هذا التعسف وهذا الظلم الذي تعرض له يوسف عطال والذي أعتقد أنه بداية فقط لما سيعانيه الجميع وليس اللاعب فقط كل الجالية الجزائرية هناك من يدعم الفلسطينيين جهارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيكون له مثل هذا المصير هذه هي الرسالة التي أعتقد أن السلطات الفرنسية تريد أن تمررها عبر ما فعلته مع يوسف عطال هذا هو السؤال الذي كنت أريد أن أوجهه إلى ميدو ما في حول رسالة التي تريد السلطات الفرنسية توجيهها إلى الجزائر أو للمسلمين عامة من خلال هذا الاعتقال ميدو ثم عملية الإفراج أعتقد أنه يريد وضع يوسف عطال كواجهة ويقولون فلا شاك أنتسيميت هو شي صار له يعني كل من هو ضد الصهيونية هو ما سيتعرض له يعني محاكمات وغرامات وغيرها من الأمور لكن أعتقد أنهم بهذا الأمر يزيدوا يكرهوا الناس أكثر في هذا القوم الملاعين القوم اللي حكم عليهم الله بالشتات وسيزولون من الأرض عاجلا أم أجيلا يعني الصهيونة لا يملكون الدولة ولن يملكوها ولن يخلدوا في الأرض لذلك أعتقد أنه فرنسا أصبحت كالديل كثير فقط في ديل القوى الكبرى الأكبر منها التي تدعي حماية الصهيونة وغيرها من الأمور لكن الأمر المثير للدهشة أو الأمر المثير يعني للدبوات موزور كاين بعض الصحفيين وكاين بعض المغنيين في شكل من هو من الأقدام السوداء ولم يرى الجزائر منذ خروج والديه من الجزائر ولن يراها مرة أخرى لهو أوريكو ماسيوس الذي يدعهم في قناة فرنسية إلى القضاء على كل ما له علاقة بفلسطين يعني استباحة دم الأبرياء من النساء والشيوخ والعجائز والأطفال الذين قتلوا منهم أكثر من أربعة آلاف طفل فلسطيني يعني جاز في القناة الفرنسية ويهللوا بأيرا ممثل برلماني فرنسي الأسبوع الماضي في البرلماني الفرنسي جابوا لهم الصهيونة للقواد وكلي قال لك وجدنا الأسلحة تحت مستشفى الشيفاء والخنادق وغيرهم أمر مضحك أمر مضحك جابوا لهم فيديو قالوا لهم هوليك واشترا في 7 أكتوبر تم تدبح الأطفال وتشويهم تشوفهم دي بيوتي فرنسي يخرج من البرلمان الفرنسي كشي يقولون النفاق والاعتناق يبكي والنعم وإسرائيل لكن هذا ليس غريبا ميدو مستعمر يدعم ميدو مستعمر يدعم مستعمر مستعمر غاشم يدعم مستعمر غاسم قاتل يدعم قاتل هذا أمر أنت تعلم جيدا ماذا فعلت فرنسا طيلة 132 سنة هنا في الجزائر إذن لماذا تتعجب من دعمها؟ هنا نقول لي ما لوش قالهم زلطان إبراهيموفيش ذات مرة في مباراة البيانش بوردو عندما وصفهم ما نقدرونش نقول الكلمة بايرافيتو بسهم ببلاد القادرة عنده الحق بس زلطان اليوم عنده الحق تطال موريزون زلطان إبراهيموفيش ولماذا لم يحاكم ولم يقتد ولم يعتقل قالهم أنتم ببلاد قادرة اليوم زلطان لماذا لم يعتقل لم يعتقل ولم يحاكم لأنه أوروبي فقط هؤلاء يدعون حرية التعبير عندما لا تمس بلدهم وعندما لا تمس مبادئهم نقطة برنسيب على كل حال لكن عندما تمس مبادئهم التي يدعونها فلا يوجد حرية التعبير حرية التعبير في ذلك البلد ولا في البلدة الأوروبية ولا في البلدة الكبرى حرية التعبير عندما لا تمس مصالحهم اليوم لو كان يوسف عطال دار يوسطوري دعم فيها صهينا لعنة الله عليهم لو كان اليوم في فرنسا له كومار روا لكن اليوم لأنه دعم فلسطين يحدث له ما يحدث له اعتقد بأنها حتى فرصة لللاعبين الآخرين مزدوجي الجنسية بين قوسين الجزائرين كاريم بن زيمة ما حدث له في قضية فالبوينا وما بيته في السجن وكل ما تعرض له بن زيمة عندما يوصف بالعربي وكل شيء يوسف عطال اعتقد بأن تختاروا بلادكم الأصلية لأنكم مهما فعلتم لن تكون فرنسيين